السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم لدينا طريقة استرجاع الملفات او الصور عن طريق برنامج ديس اللي قرأ ندخل على البرنامج هاي واجهة البرنامج طبعا اذا بدون روت راح يسترجع لك بس الصور بس اذا عندك روت راح يسترجع اعتقد الفيديوهات او غير صياغ عندك اذا اريد نسترجع الصور نضغط على بدء مسح الصور الاساسي بده يسترجع بده هذا جوه يعد الملفات او الصور من هنا تقدر توقفه هسه لا تريد تسترجع اي صورة تحددها تضغط مطولا عليها باع هاي التفاصيل مالته تضغط على هاي ثلاث نقاط من الصورة عندك استعادة هذا الملف تفاصيل الملف حفظ هذا الملف محليا تحميل هذا الملف على الاف تي بي تضغط على حفظ هذا الملف محليا والتاساسي انه رح تختار باي مجلد وتطي موافق تضغط على هاي ما الضبط عندك هنا تحدد مثلا الوقت اللي مسح به الصورة او الفيديو هنا صورة متوسطة صغيرة كبيرة بكيفك هسا ذا تريد مثلا تبيع الموبايل وما يتريد واحد يرجح عندنا الصور تريد تحذفهم تدخل على هذا البرنامج تضغط على هاي برنامج او اي برنامج مال ملفات تضغط تروح الدور على اندرويد تضغط على اندرويد ورا على الداة ورا هنا هذاني هنا مع الداة مثلا مع الصور هذة تضغط هاي هذاني تمسحهم وذابقا هميا نتمسح هذان البقي يعني مع الفيسبوك مثلا تدخل عليه وتمسحهم كلهم وتفرمت ولا تبيع الموبايل اذا ذاني موجودات لان ممكن يرجعن روابط البرنامج ان شاء الله ستلقى ناسب الفيديو بالوصف اذا عجبك الفيديو اضغط اشتراك وعجبني ليصلك بإذن الله كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته